اول ما تبدأ على اليوتيوب او حتى تفكر تبدأ بتلاقي مئات البرامج والتطبيقات اللي المفروض تتعلمها السؤال هنا ايه اهم برامج وتطبيقات مجانية المفروض انت تكون موجودة على الموبايل بتاعك وعلى الكمبيوتر عشان ان شاء الله تبدأ بداية سهلة ويكون ادائك والمنتاج والشغل بتاعك سهل جدا لو انت مهتم بالموضوع هنغطي افضل برامج انا بستخدمها وتطبيقات مجانية موجودة على الكمبيوتر وموجودة على الموبايل وكمان هسيب لك رابط كتاب مجاني اسمه أسرار سيو اليوتيوب اللي هو الإصدار الأول الكتاب ده هتلاقي فيه كل اللي انت محتاجه عشان تبدأ على اليوتيوب زائد ان القسم الأخير فيه موجود كل الأدوات اللي احنا هنشرحها النهاردة بالروابط بتاعتها سواء للآيفون الأندرويد أو الكمبيوتر لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بيكم لأول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح والقناة بتهتم بتطوير مهارتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وإن شاء الله تعجبك وتشترك معنا بقلنا فترة متوقفين لأننا كنا مشغولين في تحضير برنامج الفايف سي لو انت مهتم بالبرنامج ده ممكن تسجل في قائمة الانتظار لأن فعلا البرنامج تم إطلاقه وإحنا في الإسبوع الثاني في الوقت الحالي طيب دلوقتي إنت بدأت على اليوتيوب وعايز مجموعة من التطبيقات والبرامج اللي تساعدك أن إنت تنتج إنتاج أفضل وأسرع وتعرف تنظم الشغل بتاعك إيه البرامج والتطبيقات اللي إنت مفروض تكون محتاجها إن شاء الله بإذن الله حنغطيهم مش هيكون بالترتيب لكن أنا هقولك بالزبط أنا بستخدم إيه وإيه اللي ممكن يفيدك والمفروض تتعلمه إزاي طيب أول برنامج وتطبيق معانا هو كابتر ده بالنسبة لي يعتبر الأسهل والأفضل لأنه هو مجاني موجود على الكمبيوتر زي ما أنت شايف قدامك دلوقتي تقدر تفتحه في صفحة براوزر فما بياخدش كتير من الريسورس بتاعت الجهاز بتاعك وبالتالي بيكون الاستخدام أسهل وممكن كمان تنزله كتطبيق على الكمبيوتر وممكن يكون موجود على الموبايل أنا طبعا الآيباد زيه بالزبط زي الموبايل فحوريك شكل الوجهة بتاعته على الموبايل دي شكل الوجهة بتاعته على الموبايل بيكون الموضوع سهل جدا أنت بتضغط على New Project وبعد كده تختار أي مشروع من المشاريع اللي عندك تمام بالشكل ده كده وبعد كده تبدأ تعمل editing للمشروع بتاعك بطريقة سهلة استخدامه سهل جدا وحاسب لك فيديو يعلمك إزاي تستخدمه عن طريق الموبايل وكمان عن طريق الكمبيوتر مش عايزك بقى تدوش دماغك بأدو ببريمير وكمتازية وكمان After Effects والكلام ده كله عشان ما تدوش أنت في البداية ده كافي جدا حيديك شغل تقريبا شبه احترافي وإنت مش محتاج أكتر من كده أنت محتاج تقطعات محتاج تضيف شوية مؤثرات شوية نصوص وبس كفاية على كده وما تضغطش نفسك في البداية ركز في الحاجات اللي جاي تطبيق اللي جاي بيعمل حاجة مهمة جدا جدا ولازم تكون بتهتم بيها وهي من عوامل نجاح أي فيديو على اليوتيوب هو الصورة المصغرة طبعا كامفا بيعمل أكتر من كده بكتير تقدر تجيب منه فيديوهات تجيب منه موسيقى تعمل مؤثرات كمان تسجل فيديو لو أنت عايز تعمل حاجات كتيرة جدا لكن إحنا هنتكلم على الصورة المصغرة اللي هي تعتبر أهم حاجة بيعملها كامفا لو أنت دخلت هنا وكتبت يوتيوب تامنيل أو الصورة المصغرة بيبدأ يجيب لك أشكال كتيرة مجانية موجودة هنا في الغالب اللي عليها علامة التاج دي مدفوعة لو أنت محتاج كامفا أنت تقدر تستخدمه بشكل مجاني لو أنت محتاج المدفوع بيبقى تقريبا اشتراكه 12 دولار في الشهر تمام؟ لكن أنت مش محتاج المدفوع في البداية أشكال الصور الرائعة بتنطق ومع أسها مظبوطة على اليوتيوب مجرد أن أنت تغير الكتابات ويبقى أنت كده تمام اهتم جدا بالصورة المصغرة لأن هي من أهم عوامل نجاح الفيديوهات طبعا مع العنوان والمحتوى اللي داخل الفيديو حاجة برضو كمان مهمة كانفا موجود كتطبيق على الموبايل تقدر تستخدمه زي ما استخدمنا دلوقتي الوجهة بتبقى مختلفة شوية الحاجات دي بتبقى موجودة تحت لكن في الأول وفي الآخر أنت تعلم الفكرة وابدأ أنت طبق بإيدك وكل ما تطبق هتلاقي مستواك بيزيد اعمل صور مصغرة كتيرة ونصيحة اعمل الصورة المصغرة قبل ما تعمل الفيديو حاول تفكر فيها كويس جدا وبعد كده وانت شغال بتكتب محتوى الفيديو يكون الصورة المصغرة جاهزة هي والعنوان عشان ممكن يخلوك تغير شيء في الفيديو وانت بتكتبه لأن هي برضو مهمة أنا قلت مهمة بتاع 15 مرة معلش بس يصدقني بتفرق جدا في النتائج طبعا من الحاجات المهمة واللي لازم تكون موجودة معاك على الموبايل بتاعك تطبيق اليوتيوب طبعا اكيد انت بتتفرج علي من تطبيق اليوتيوب على الموبايل بتاعك وانت المفروض قناتك انت مسجل بيها في تطبيق اليوتيوب وكمان تطبيق ستوديو اليوتيوب اسمه YT Studio التطبيقين دول مهمين جدا لاي يوتيوبر او حتى مستخدم على اليوتيوب تطبيق اليوتيوب بيديك مميزات كتيرة تقدر تستخدم منها تقدر طبعا تشوف اللي انت عايزه تسجل كمان ممكن ترفع من التطبيق لو انت عايز ترفع الفيديو من هنا تمام وفيه حاجة مهمة جدا لازم تبعرفها ان انت لما بتضغط على الايكون دي كده وبعدين تروح على switch account انت بتشوف ايه الحسابات اللي انت مسجل فيها او القنوات اللي انت مدير عليها بحيث ان انت تقدر من هنا ان انت تغير الحساب فيه ناس كتيرة بتبعتلي بتقول مش لقيني القناة بتاعتنا ليه ممكن يكون مسجل بحساب مختلف عن الحساب بتاعه الحالي ده طبعا ينطبق على تطبيق اليوتيوب وكمان تطبيق studio اليوتيوب studio اليوتيوب طبعا بيعمل حاجات كتير جدا وتطبيق مهم لازم يكون موجود عندك على الموبايل لان هو بيديك الاحصاءات اللي بتحصل في القناة وبيعرفك ارباحك وبيعرفك امور كتيرة زائد ان كمان لو ضغطت على ناليتيكس هنا بيعمل لك حاجة ظريفة جدا بيحط لك هنا بيقول لك تعالا كده نبص نشوف المحتوى بتاعك بيحصل في ايه ويبدأ يقول لك ان انت جاء لك مشاهدات قد ايه ايه العناوين اللي جابت نتائج مع الناس ايه الصور الافضل او الفيديوهات اللي شغالها افضل وهكذا ياريت التطبيقين دول يكونوا موجودين معاك ودايما تفتحهم لان اليوتيوب عمال يحدس فيهم كل شوية طيب التطبيق اللي بعد كده نوشن وانا بستخدمه باستمرار نوشن بيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تنظم كل حاجة في حياتك انا مش بستخدمه بس في اليوتيوب انا حد من اولادي نسي الباسورد بتاعته دخلت على نوشن من الموبايل وجبتها فالموضوع ان انا كل شيء انا بستخدمه في يومي عشان ما عدش افكر فيه كتير اضيع وقت كتير كله موجود على نوشن لو شفت نوشن عندي هتتخض هتلاقي فيه داشبورد كبيرة كده فيها تقريبا كل شيء انا بعمله في حياتي الشخصي الكورسات التدريبات الفيديوهات الاشتراكات بتاعت الشركات الكتب اللي انا قريتها خلينا وريكم موضوع الكتب ده عشان ده موضوع فعلا شيء ولما بتعمله بتحس ان انت مبسوط قوي انا كنت زعلان السنة اللي فاتت لقيت ان انا تقريبا قريت حوالي 15 كتاب حسيت ان انا ما انجزتش قوي بس كل كتاب انا بقراه بحط ملخص كامل لكل اللي انا قريته وفهمته من الكتاب عشان اقدر ارجع للكتاب ده في خلال 10 دقايق طبعا نوشن بيعمل حاجات اكتر من كده بكتير بيخطط لك حياتك بالكامل لكن لو هنركز على الفيديوهات ان انت بتحط عنوين الفيديوهات بتاعتك وداخل الفيديوهات بتبدأ ان انت دي كده الفيديوهات اللي ايه بفكر فيها كافكار وبدأ اكتب الكتابة هنا وبعد كده ابدأ احولها هنا وحطها لو هي خلاص الفيديو هيتصور هتلاقي ان انا عامل فلتر الحاجات اللي ما اتصورتش بس في حاجات كتير اتصورت وخلصت مكتوب النص بالكامل هنا اتمنى ماكنش طولت عليك في الحتة دي بس صدقني هيفرق جدا معاك وتقدر تتعلمه من كورسات مجانية على يوديمي وكمان في يوتيوبرز كتير شرحين استخدام نوشن هو تطبيق على الموبايل وموجود كمان على الكمبيوتر وموجود صفحة ويب زي ما احنا شايفين خلينا نشوف نوشن على الكمبيوتر كمان عشان تحس ان الموضوع سهل قد ايه اقصد نشوف نوشن على الموبايل موجود هنا على الموبايل نفس الخطوات ونفس كل حاجة نقدر نستخدمها من هنا تمام ونفس الوجهة تقريبا تمام طيب التطبيق اللي بعد كده او صفحة الويب او الحاجة اللي انت بتستخدمها ومهمة جدا لو انت يوتيوبر هو جوجل درايف جوجل درايف بيديك 15 جيجا مكاني وتقدر بعد كده تشترك لو انت عايزه تقريبا في حدود 12 دولار يعني انا بدفع بالريال فانا مش عارف الرقم الزبط 34 ريال يعني تقريبا 10 اتنشر دولار 10 دولار بيكون هو بيديك 2 تيرة وبيديك مميزات قوية جدا وكمان تقدر تضيف التيم بتاعك عشان يشوفه الملفات بتاعتك ده طبعا الجوجل درايف بتاعي منظمه حاجات للعملة حاجات للتيم بتاعي فروض تنظم الجوجل درايف بتاعك عشان تحط الداتا بتاعتك هنا لو انت صورت بالموبايل فيديو ومش عايز تشبك يعني تعمل ما بين الموبايل والكمبيوتر بتاعك فانت تقدر ترفع الفيديو على جوجل درايف لو سرعة الانترنت بتاعتك مساعدة وبعد كده تقدر تنزله من هنا على الكمبيوتر وتشتغل لو انت هتشتغل على الكمبيوتر المهم ان الواجهة بتاعته نفس الكلام برضو كتطبيق نفس الكلام ده هتلاقيه على الموبايل زي اللي انت ممكن تحط كل ملفاتك اللي انت محتاجها على الجوجل درايف وممكن كمان تعمل اكتر من حساب لو انت مش مكفي معاك جوجل درايف واحد بس تبقى منظم ممكن مثلا الحساب ده للفيديوهات الحساب ده الملفات الشخصية الحساب ده مثلا الكورسات وهكذا ميزة برضو قوية جدا في الجوجل درايف ان انت ممكن تستخدم حاجات المايكروسوفت اللي هي الورد والإكسل والباوربوينت بدون ما تكون انت عندك مايكروسوفت بمعنى ان انت هنا تقدر تضيف ملفات زي ما انت عايز تضيف ملف وورد وتكتبه وبيكون محفوظ عندك على الجوجل درايف تقدر تضيف ملف اكسل وطبعا الاكسل المحاسبين عارفين الكلام ده المهانسين موضوع يعني مهم جدا وبرنامج مهم وكمان تقدر تضيف كمان باوربوينت لو انت عايز زائد الفورمز اللي انت لو انت عايز المتابعين بتوعك يملوا نموذج معين استبيان معين والإميلات بتاعتهم تجي لك تقدر كمان تستخدم الفورم على فكرة الكلام ده مهم جدا لأي حد عنده يوتيوب وعايز يبني بيزنس مع اليوتيوب وده اللي احنا بنتكلم عنه وبندرب الناس في تدريب الفايف سي عليه طيب عايزين بقى نحسن الصوت وانه زبط الصوت بتاعنا ويكون افضل كتير وخلي بالك الصوت يمكن اهم من الفيديو تركز عليه جدا تحاول تستخدم مايك يكون مناسب على قد ما تقدر لان الصوت كل ما تسجل بمايك جيد بيكون عملية المنتاج على الصوت اسهل بكتير تمام؟ عندك مايك بويا بي واي ام وان المايك ده سعره عشرين دولار موجود تقريبا في اي مكان في الغالب على امازون هتلاقيه واي دولة هيكون فيها امازون في الغالب تقدر تشتريه ويكون جودة الصوت رائعة جدا بس لا زال لو عندك نويز في الخلفية فانت عايز تشيلها ايه افضل برنامج سهل جدا وبسيط ومجاني برنامج اوداستي البرنامج ده تقدر تنزله على الكمبيوتر بتاعك وتشتغل به والموضوع سهل جدا ثلاث خطوات بتنقي الصوت وبيطلع الصوت اكتر من رائع طيب شرحنا قبل كده على القناة هحاول اسيب لك فيديو بيشرح لك الموضوع ده في صندوق الوصف طيب لو انت ما عندكش كمبيوتر تعمل ايه انت ممكن تروح كمان على الموبايل بتاعك وتقدر ان انت تروح على تطبيق اسمه ليكسس التطبيق ده انت بترفع عليه الملف الصوتي بتاعك وبكام اعداد بسيط كده بتعمل الاعداد دي وبيطلع لك صوت نقي جدا ورائع بعد كده تبدأ تركبه على الفيديو بتاعك في المونتاج الموضوع سهل وبسيط بس رجاء اهتم جدا بالصوت بتاعك في الفيديوهات وحاول لما تيجي تسمع الصوت بتاعك اسمعوا بهتسيت ما تسمعوش او بسماعات ما تسمعوش من برا لان من برا انت مش هتحس بالنويز او الضوضاء اللي موجودة لان هي اصلا موجودة في الغرفة فالمفروض لما بتسمع بحاجة عزلة بتقدر تحس بان فيه مشكلة في الصوت بتاعك ولا لا ممكن كمان يا سيدي لو عايز تريح دماغ خالص بقى او ما تعملش اي حاجة من دول ولا تستخدم ده ولا ده تدخل على ده بيساعدك ان انت تعمل الصوت بالشكل اللي احنا هنسمعه دلوقتي شوف كده شايفين الفرق ده من استخدامه وهو بيوريك الفرق عامل ازاي يعني هو خد الصوت اللي احنا سمعناه عملناه كده عمله كده طيب انت بتعمل ايه انت بترفع الملف من هنا بتاعك وبعد كده هو بيقولك اقصى مدة نص ساعة وخمسمية ميجا الحجم طبعا كان فتح الكلام ده مجاني مشكلة الموضوع ده انه شوية في العربي ساعات بيأكل بعض الحروف انت جرب حسب الصوت بتاعك انا الى حد ما شغل معاك كويس بس مرتحتش فيه قوي انا بعمل منتاج على ادوبي اوديشن لكن هنا انت ممكن تصرع معاك الموضوع وتقدر تستخدمه على الموبايل لان ده موقع تقدر تستخدمه سواء على الكمبيوتر او الموبايل طيب التطبيقين اللي جايين دول مهمين جدا واقوية في موضوع السيو الاس اي او سيرش انجين اوبتمايزيشن اللي بيساعدوك في عددات كتيرة في عمل الفيديو بتاعك وبيصرعوا جدا في ادائك التطبيقين دول موجودين على الموبايل لكن استخدامهم بيديك بعض الكلمات المفتاحية بعض الاحصاءات لكن ما بيتحكمش في الفيديو بتاعك من داخل الكمبيوتر بتضيفهم كاضافات على الجوجل كروم تطبيق اسمه تيوب بادي وفيد اي كيو بتقدر تضيفهم من هنا كاضافات تمام اللي هو تطبيق دف فيد اي كيو وكمان تطبيق تيوب بادي لاتنين دول بيساعدوك ان انت تزبط اي فيديو ليك لو فتحنا فيديو كده من فيديوهاتنا على القناة وانت موجود داخل الستوديو بتلاقي ان هو بيديك قوة الكلمات المفتاحية تطبيق فيد اي كيو وكمان هنا تيوب بادي برضو بيديك كلمات مفتاحية مقترحة من هنا تقدر تضغط عليها مباشرة تنزل فانت بيساعدك جدا في عمل السيو هو بيشوف ما بين الوصف وما بين العنوان وما بين الكلمات المفتاحية وبيقولك ان السيو بتاعك قوةه فين انا ايه اللي ده 34 من 50 يعني السيو ما اصبحش اهم حاجة بس عشان تعمل اعدادات اسرع يفضل تستخدم التطبيقين دول وبشكل مجاني وما تروحش تشترك في الاشتراكات بتاعتهم لان هي مش مفيدة في الوقت الحالي ركز في محتواك واعمل محتوى جيد يخلي الناس تقعد وقت طويل على الفيديو ومش هتحتاج تشترك في اي من التطبيقات دي التطبيق اللي بعد كده التليجرام وانت لو متعرفش التليجرام فانت فيتك كتير التليجرام زي الواتساب بالضبط لكن فيه سيكوريتي افضل بتقدر ترفع ملفات باي حجم تقريبا لحد 1 جيجا على القناة بتاعتك وكمان تبعتها لحد بحجم 1 جيجا فبيساعدك كتير في نقل الملفات زاعد ان انت تقدر تكون متابعين على التليجرام كقناة التليجرام زاعد ان كمان هو فعل الارباح في الوقت الحالي يعني ارباحه لسه مش واضحة قوي ممكن ينزل اعلانات على القنوات لكن الفكرة ان انت بتعمل جمهور ليك مهتم باللي انت بتقدمه فتقدر ان انت تتواصل معهم عن طريق التليجرام يفضل جدا انت كيوتيوبر يكون معاك تطبيق التليجرام على الموبايل بتاعك وكمان تقدر تنزله على الكمبيوتر وكمان تفتحه براوزر طبعا من الحاجات المهمة جدا تطبيق التشات جي بي تي طبعا هو مش تطبيق هو موقع التشات جي بي تي ودلوقتي تقدر تسجل بأي رقم سواء انت داخل مصر في اي دولة عربية مفيش مشكلة ده بيساعدك كتير في افكار في كتابة المحتوى عندنا كورس كامل لصناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي وممكن تزور الموقع بتاعنا او تتواصل مع فريق العمل واشرحوا لك الكورس ده عامل ازاي فعلا مغطي كل شيء في الزكاء الاصطناعي فتقدر تصنع محتوى بالكامل بدون ما تظهر طيب لو انت مش عايز تستخدم ده في موقع او تطبيق اسمه P-O-E P-O-E هو موجود على الموبايل تمام بس مش احط الرابط بتاعه لان حصل مشكلة اصلا قبل كده عندي على فيديو من الفيديوهات قال لي ان P-O-E ده موقع مضلل تمام وعملولي سترايك بس انا مش عارف ايه السبب بصراحة ودخلت في مرسلة وحوارات كتيرة P-O-E زي بالزبط زي الزكاء الاصطناعي بيديك زي الشات جي بي تي بالزبط تمام هو طالب من نيكوت المفروض بتسجل يعني وبيشتغل معاك زي الشات جي بي تي بالزبط طيب لو عايز تطلع بس مباشر تقدر تطلع من تطبيق اليوتيوب مباشرة لكن لو عايز تحكم اكتر زي ما انت بتشوف كده انا بعرض الشاشة وبص على البس المباشر بتاعي وفي تحكم اكتر كان زمان بنستخدم ستريم لابس على الكمبيوتر وبياخد ريسورسز كتير جدا وبيبقت قيل اوى على الكمبيوتر دلوقتي الدنيا بقت سهلة تقدر انت تستخدم ستريم لابس على الموبايل تمام وتقدر تطلع بس مباشر او تستخدم حاجة اسمها ستريم يارد وهي مجانية فقط بيحط لك اللوجو بتاعه وتقدر ان انت تعمل بس على اكتر من مكان في نفس الوقت انا ممكن اعمل بس على فيسبوك على انستجرام على تويتر على اليوتيوب في نفس الوقت لكن الاشتراك بتاعي بيديني ثلاث منصات بس في نفس الوقت انت لو مجاني هتعرف تعمل بس مباشر على اليوتيوب بس بتعمل الموضوع ده ازاي جاستون انت بتعمل لايف ستريم كده وبعدين تختار القناة بتاعتك تحط العلوان والوصف وبعد كده تضغط اوكي وبعد كده بيطلع اللايف مباشرة على قناتك هو بيزبطه بس طبعا بتكون انت رابط قناتك من البداية بالحساب بتاعك اسهل فعلا تطبيق او برنامج على الكمبيوتر يعمل لك بس مباشر ما بياخدش كتير من الريسورسز وامكانياته اكتر من رائعة وحتى لو عايز تشترك الاشتراك الاولي 10 دولار في الشهر مش رقم كبير ولو انت حابب تتعلم كل مهارات صناعة المحتوى بشكل مجاني شوف كورس يوتيوبيات هيساعدك بشكل كبير وممكن كمان تشوف فيه صندوق الوصف كورس هيساعدك ان انت تبني بيزنس متكامل وتحقق 500 دولار في اقل من 3 شهور شكرا لكم كان معاكم احمد مندوح شوفكم الفيديو اللي جاي سلام